ترحب بحضراتكم من جديد من ورانا النهاردة في الستوديو فنانة عندها موهبة خاصة كرزمتها قدرت ان هي تثبت لنا قد ايه هي فنانة مقتدرة وعندها قدرة على تقديم المشهد كأن هي في الحقيقة عاشته في الواقع وللسنة الثالثة في الموسم الرمضاني بتفاجئنا الفنانة غدا طلعت بدور مهم جدا وبيلفت الانتباه والانتباه الجمهور في الحقيقة وكمان بيكون فيه اشادة كبيرة من النقاط بأداءها السنة دي بتشارك في مسلسل مشوار للنجمة محمد رمضان وشفناها قبل كده في الاختيار الجزء التاني وشفناها في الفتوة ورحيم وبتقدم شخصية سميرة السنة دي عشان كده احنا معانا النهاردة نورانا الجميلة غدا طلعت هنتكلم معها عن المسلسل ونعرف كده منها شوية تفاصيل صباح الخير عليك يا غدا صباح الخير صباح الخير يا غدا صباح الخير يا سميرة مبدئيا جميلة وأدائك جميل وموهوبة فعلا فحكي لنا بقى ازاي تم اختيارك السنة دي مع النجم محمد رمضان انت اللي جميلة والله انا بشكركم اني معاكو للسنة التانية ومبسوطة جدا انا بحب البرنامج قوي بوسي انا جالي مكالمة من المخرج المنفذ استاذ حسام سليمان وقالي ان استاذ محمد ياسين مرشحني لمسلسل المشوار فليس هحكي لي الدور يعني فقلتولي لا لا امش عايز اعرف اي تفاصيل تفاية اه الاستاذ محمد ياسين انا مش افكر في دوره وفي تفاصيل انا عارفة انه بدل اختارني يعني مختارني في حاجة مهمة فبالنسبة لي الدور سميرة ما كانتش مساحة كبيرة لكن هي شخصية صعبة جدا واستاذ محمد ياسين اول مقابلني قال لي انا مختارك لدور شكله عادي وسهو محتاج ممثلة مشعادية لانه مشاهد مكسفة جدا وفيها مشاعر متناقضة فهي ما كانتش سهلة ابدا يعني بس بالنسبة لي عميتلي ردود افعال فرحتني بصراحة هتكلم معك عن ردود افعال لكن خلينا نقول سيد محمد ياسين اختارك مسلا من تقلقك في الاختيار انا مش عارفة اختارني ليه بس انا استاذ محمد ياسين شافني في اكتر من حاجة وشافني في مصرحية سنوا مصر اخراج اساس خارج جلال في مركز الابداع وشاف الاختيار مش عارفة اختارني من المنين تحديدا بس اه اشافني في سنوا مصر انا في سنوا مصر وعمل شخصات كتير كوميدي وتراجدي سناء جميل تحكى ريوكا ماري مونيب فمش عارفة أنا ليه بس كان أدائك في الاختيار كان علامة ده اللي أصده يعني كانت حاجة مميزة جدا ولفتت انتباه الجمهور والسنة دي كمان أدائك سميرة في المشوار أنا شافت علاج كتير جدا على السوشيال ميديا على دورك على فكرة الحمد لله أنا كنت متخيلة بعد الاختيار دور المبراهيم ده كنت متخيلة مش يحصل كده تاني بس السنة دي بصراحة أنا اتفاجأت يعني المسلسل متشاف كويس جدا والناس مقدرة تاريخ الأساس محمد ياسين ونجمية الأساس محمد رمضان فأنا استفدت كتير من المسلسل ده كمان صعب جدا على أي بنوتة كده أنها تطلع قدام التلفزيون للملايين بالذات زي ما انت قلت المسلسل محمد رمضان هو يعني مسلسل بايع نفسه والاسم نفسه بيبيع طبعا والمخرج محمد ياسين طلع بدور من غير ميكوب احنا شايفين دلوقتي على الشاشة سميرة من غير ميكوب خالص بنت بلد كده يعني ولا فرق معيك وطبعا انت عملتي ده قبل كده لكن للسنة التانية كمان دور واحدة شريرة فخفتي ولا انت حسيت بإيه وانت بتقري الاسكروب أنا حبيتها جدا فكرة من غير ميكوب دي خلاص انا هتعود طبعا أنا عملت مبراهيم حضرتك بس للسنة التانية او محمد داش ايوة طبعا للسنة التانية فيه ناس كتيب بتعلق لي كده يعني بقولهم انا بجري ورا الدور الحلو والصعب سميرة مش شريرة خالص سميرة عندها ظروف هي فقيرة يعني ظروفها الاقتصادية مش كويسة خالص تشغل في مصنع ملح جات دينا الشربيني اخدت مكان اختها فهي عندها صراع على البقاء يعني يواخد قوتي ينوي على موتي او حاجة كده فهي عندها مشاعر متنقضة هي غالبانة جدا ومكسورة جدا وده بتباين من لما بيتكلموا عنها ازاي بيتعادت وازاي مكسورة هي كان عندها اطار مع دينا الشربيني او مع ورد عشان اختها بتجري على يتامة وظروفها صعبة فعشان كده الدور كان صعب لانها تبدو في البداية شريرة وبتفتعل خناقة وبعد كده سحلو ان انت كمان فهم ابعاد الشخصية ده مخليك انت بتمثلي الشخصية حلو انه الناس اضايقت منها وتعاطفت معاها في نفس الوقت لكنها مش سهلة ان هي انسانة وعندها مشاعر متنقضة في كدر واحد فده كان هل بيكون فيه معايشة غالب طيب للفتيات مثلا شغالين في المصنع وكده انا اقولك بقى كل الناس اللي حوالين دول هم اصلا فتيات بيشتغلوا في المصنع يعني دول اصلا ناس بيشتغلوا في المصنع ده يساعدك كتير على فكرة اه طبعا كنت شايفاهم ازاي وعشان كده السيد محمد ياسين كان حريص انه ما نعملش ميكوب وان الناس دي صحية من بدري ويشتغلوا في مصنع ملح يعني تعبنين يعني يعني مجهدين وشغلوهم صعب ناس شقيانة طبعا ناس قصيلة وشقيانة فالناس اللي حوالي دول كلهم كانوا بيشتغلوا فعلا في المصنع فده طبعا كان حلو جدا ووقت الخناقة اللي بيني وبين ورد وستاذ محمد ياسين قال لما هم اللي اتنين يجوهم على بعد هتحاولوا تفصلوهم كانوا بيشلوني مش بيفصلوني يعني أنا كل شقية كنت بخلص لما بنعيد بخلص بحيث بحيث ان انا مش هقدر روح تاني مكتر لما هم سكني لهم خايفين بجد وش هازين نتخانئ بجد فعشان كده هم طبعين رد فعل الجمهور بيفرق عندك يعني احنا بكونا بنتكلم انه على السوشيال ميديا ناس مبسوطة قوي باللي عملته غدا طلعت في المشوار رد فعلهم بيفرق عندك بيفرق جدا 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 وهو ده الفايصل يعني أنا طبعا كنت عايزة أستاذ محمد ياسينو وده بالنسبة لي حلم وانه حصل لي دي حاجة عظيمة جدا لكن أنا طول الوقت كنت مرعوبة من رد فعل الناس وكنت خايفة جدا ان الشخصية تعدي ما تتشافش بس أنا تفاجئت بجد والله العظيم تفاجئت بجد من رد فعل الناس لانه أنا ما تخيلت ان بعد الاختيار الناس مش هتشوفني قوية كده ده بالعكس ده بعد أدائك في الاختيار الناس كانت مستنية غدا طالح عشان كده كنت مرعوبة وكنت أكتر مرة متوترة في حياتي وأكتر فترة كنت محتارة أختار فيها إيه وقال أنا جدا لاختيارته كنت برفت حاجات لأنه أنا الناس شفيتني في دور مهم قوي وتشوف كويس جدا فكنت خايفة أخزلهم أو تبقى ردود الأفعال انه يا عم ده كان دوره خلاص فعشان كده كنت حويسة جدا انه يعني يعني أبقى دعي ربنا انه أطلع متوفقة جدا بس ردود الأفعال كانت كبيرة جدا الحمد لله ردود أفعال الجمهور كانت كويسة جدا كمان ردود أفعال أو رد فعل محمد رمضان انه كذا مرة أشاد بدورك وبأدائك خلال بوست كانت عنده ده أصر فيك إزاي أو ده بيحمسك ازاي نتعملي أحيان دي أول حاجة طمنتني لأنه أنا ظهوري في المسلسل مش كبير أبدا فزي ما قلت أنا تخيلت أن أنا عاد فأنا عملت بوست كده اللي بعلن فيه أن أنا مشاركة في المسلسل نمت صحيت منهم لقيت محمد رمضان كاتب تعليق جميل جدا أنه نورتي المسلسل وأنه يا ربي يجعل وشنا حلو عليك فأنا حسيت أنه شايفني كويس شايفني كويس فدي أول حاجة طمنتني وبعد كده مع أول مش هتدخل كتب لي أحسنتي وبتكلم عني كويس فطبعا ده طمنني لأنه البطل العمل وهو في النهاية محمد رمضان هو نجم كبير وعنده رؤية فكل الحاجات فرقت لي والناس البسيطة لما علقوا وتكلموا عن البنت وإزاي كرؤوها وإزاي عاياتوا معيها فرق لي والمخرجين المهمين اللي تكلموا عني وكلموني وكتبوني ده ده بقى سؤال مهم المخرجين والنقاط رأيهم إيه فيك أنا تفاجأت جدا وفرحت قوي جالي مكلمات كتير جدا من مخرجين مهمين إحنا ما كنوش أصدقاء قبل كده أستاذ هشان فتحي ده مخرج بالنسبة لي مهمة جدا أستاذ زادر وشاحي أستاذ شادي علي أستاذ شريف مندور ناس كتير جدا كلموني وقالوا لي كلام مهم جدا ونقاط مهمين جدا فكل الكلام ده كان مطيرني مستعدة لأنه أنا كنت قلقانة بسبب الاختيار عظيم طيب إحنا عايزين بقى كواليس الخناء نشوفنا الخناء نشوفنا الخناء على الشاشة عايزين كواليس الخناء كتعبنا إزاي كواليس الخناء كان كلها عارف كده الدربة كان حييي الدربة كان حييي طبعا فعلا بس دينا بصراحة استحملتني لأن أنا قبل المشهد أستاذ محمد ياسين قال لي أنا عايز غل أنا عايز اكتكليها حرفيا فأنا كنت قلقانة لأنه فيه نجوم ما بيحبوش يتلمسوا يعني لازم نستأذن بعض في البداية فروحت لدينا في البداية وقلت لها أنا هضرب بجد ولا إيه قايتلي لأبرحتك خالص فبصراحة دينا جميلة كمان ممثلة يصدق أن دي خناعب جد صحيح صحيح فأستاذ محمد ياسين كل شيء يقول لي غدا أنا عايز غل غدا بغانيه كده فأنا أقوله تمام يا أستاذ فبصراحة وعد كتير هو اللي قال لي يا دينا والله والله هو اللي قال لي أو الله أنا مش عايز حاجة هو اللي قال لي عايز غل بس فوقعت كتير بصراحة لما شد عيدناك كتير جدا يمكن عشر عشر اتنشر مرة ولا حاجة لأن أستاذ محمد ياسين اتناشر مرة وحاولي اتناشر مرة دربت بعد اتناشر والله حاولي اتناشر مرة من دواية مختلفة يعني شايزة طب انتي بفوجة ناظرك ايه النجاح الحقيقي اللي بتطلعي دي من اي مسلسل بسخلينا نتكلم عن المسلسل ده بالنسبة لك بالذات النجاح الحقيقي في يعني أو الميزة اللي حصلت الميزة اللي حصلت إن أنا في السيفيل تاي أو في تاريخي بقى شغلي مع أستاذ محمد ياسين لأنه أستاذ محمد ياسين ما بيختارش حده السلام يعني حاجات عنده موزونة بالجرام فدي بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا أني أشتغل مع أستاذ محمد رمضان واحد من عرفش بعض هو شايفني كويسة طبعا أنا استفدت جدا من يعني لأني شفته عن قرب هو ليه نجم هو ليه مميز واستفدت كتير من جمهوره إن أنا شافني جمهوره وكمان كل دور كل دور لما بيقى مع مؤخرج مهم الشخصيات كلها بتبقى مرسومة بتفاصيل بتبقى حقيقة كل شخصيات واخدحة صحيح فأنا طبعا استفدت جدا من التجربة السنة دي الحمد لله وأنت بتتكلم مع محمد رمضان محمد رمضان سأبدأك وكان متخيل أن أنت من الفتيات اللي شغالين في المصنع صحيح مش ممثلة بتقديل أيو أول ما دخل اللوكيشن كده قال لي إزاي حضرتك قلت له الحمد لله أنا جوا برضو شخصية وحزينة ومكتئبة فقلت له تمام بس فجي أستاذ محمد يسين بيعرفنا البعض قال له غاية ده سميرة قال لي إيه ده أنت ومثلة فقال لي يا بنت اللازينة أنا صدقتك جدا أنا فاكرك والله العظيم من العملات وحيات ربنا من أول لحظة بقى فداني توقع حلوة جدا طبعا أيوة معرفني مخنعة بعدين أنا فعلا كنت مهربدة كده ومهلهلة ففداني توقع تجنن وبعد ما مثلنا طبعا قال لي كلام كبير جدا وقال لي أنت ومثلة عظيمة برغم أن بيننا يعني الدور مش كبير زي ما قلت لحضرتك بس هو بيعرف يشوف ما هي دي الميزة يا غدا ممكن يكون الدور صغير بس يساب علامة الحمد لله ساب علامة عند الجمهور الناس تفتكروا الناس تفكروا من السنة للسنة زي ما كنا بنتكلم عن الاختيار دلوقتي برضو المشوار هيعيش للسنة اللي جاي إن شاء الله لما تقدمي في رمضان ما أنت نجبت رمضان بقى كل سنة رمضان اللي جاي إن شاء الله الناس هتفتكر إن دي سميرة اللي كانت في المشوار الحمد لله أنا مبسوطة جدا والله بجد من قلبي مبسوطة لأنه أنا متوقعتش رد الفعل كده لأنه عارفة إن الاختيار ده مسلسل كبير وعظيم والجمهور كله بيعايز يشوفه متوقعتش إن المسلسل ده يتشاف كويس كده أو دوري يتشاف كويس كده طيب غدا أنت مش بدأ تمثيل بقليك كتير صحيح وقت قليل عملت إيه قبل كده يعني إيه اللي خليكي تفكري في التمثيل وإزاي ما شاء الله ما شاء الله قدرتي توصلي للنجاح ده بسرعة اللي خلني فكرت في التمثيل أنا بدور على أي حاجة مؤثرة جات لي فترة كده حسرت إن أنا فيها يعني مش كويسة مش مهمة حسن أنا عايزة أكون أهم يعني أكثر تأثيرا يعني فأنا كده كده كان عندي ترشحات طول عمري يعني من زمان أنه مسيلي أكتر من حد وأستاذ نور الشريف وأكتر من حد يعني فأنا كنت في البداية ببقى خايفة جدا خايفة أعمل كده ومنجحش خايفة أبقى عادية فأخدت ورش وجات لي ردود أفعال مهمة من الورش وابتديت اشتغلت المغانية مع أستاذ محمد مونير وعملت حلوة الدنيا وعملت رحيم وبعد كده رحت عند أستخالة جلال سلموا مصر في مركز الإبداع طبعا دي بقى التجربة الأصعب والأهم يعني موجهة الجمهور لأني يا عمري ما كنت عملت مسرح فلما عملت عند أستخالة جلال مسرح لقيت ردود أفعال كبيرة وقوية زودت ثقتي فبعدها عملت الفتاو وبعدها عملت الاختيار وبعدها عملت ورد عملت ساميرة اللي اتخانيت مع ورد في المشوار فالمسرح فدني طبعا شايفة أن المسرح ممكن يفيد أي فنان بيوسق المهراته 100% المسرح بيخليك أجرأ وبيخليك تحترم الجمهور أكتر لأن أنت شايفه يوميا شايفه فعمل له ألف حساب بيخليك أجرأ في فكرة أن أنت أنا عملت جدا على المسرح فخلاص مش فريق لي أن أبقى أعمل ميكا مش لازم أبقى جميلة خلاص جميلة وإحنا الخارجين ممكن نبقى حلوين ونعمل ميكا لا بحسب الدور أيوة طبعا أنا بالأكس أصدق أنا بقيت حب الأدوار الأصعب يعني بقيت حب الأدوار اللي فيها دراما كتير يعني بالرغم أن أصلا في البداية حسنا أنا عايز أشتغل كوميدي أكتر لأنه أنا بعمل إزا ما قلت حلق ماري مونيب وجمالات زيد وحاجات كده يعني لقيت رد فعلي كبير جدا من الجمهور فكنتم متخيل أن أنا هشتغل كوميدي لكن بالصدفة اللي بيجيلي بيجيلي لا بس إحنا دين نشوفك في حاجة كوميدي بسرعة أنا همونت أبقى أنا عملت أحسن أب السنة اللي فاتت كنت عاملة برقوع مع علي ربيا أستاذ بمعتزة توني بس فأنا مستني الأدوار الحلوة إن شاء الله إن شاء الله ما شاء الله متقلقة وسنة عن سنة ما شاء الله بيفرق وسنة عن سنة الجمهور نفس هو اللي بيقول رأيه يعني هتكلمنا عن رأي النقاد ورأي المخرجين الكبار اللي كلموكي رأي الفنانين كمان اللي شغالين معاكي وأعتقد أنه المسلسل نفسه سايب علامة طبعا الحمد لله المسلسل نفسه نسمة تابعية وسايب علامة الحمد لله ده من الحصن حظي والناس كانت مستنية حاجة لأستاذ محمد ياسين طبعا وعايزين يشوفوا الدمج المعادلة اللي هتحصل بعد أستاذ محمد ياسين والأستاذ محمد المضمع بعض فطلع النتيجة عظيمة دي برضو من عوامل النجاح بالنسبة للمسلسل الفادت كتير ده طبعا فادني جدا وشايفك كل الأبطال شكلهم منور وشكلهم مختلف وأنا كمان مختلف الحمد لله غدا أنت قلت أنت نفسك تعملي حاجة كامل دي لكن أنت بتحبي قوي تعملي الأدوار الصعبة إيه الدور الصعب اللي أنت نفسك تقدميه؟ أنا بصي كل الأدوار اللي شابه الناس دي أدوار صعبة مش سهل أبدا لأنها كأنها سهل ممتنع يعني مثلا أم أبراهيم في الاختيار دي إحنا شفناها كتير بس إزاي تقدر يتوصلي إنها حقيقة قوي كده لدرجة الناس كانوا فاكرينها فعلا ستة من المدان فأنا بالنسبة لي صعوبة الدور فإنك تقدمه حقيقي فساميرة دي برضو نموذج لأنها زي ما قلنا المشاعر المتنقضة لجوها دي زي مشاعرنا ما ما فيش حد شرير في المطلق وما فيش حد طيب في المطلق فأنا بالنسبة لي المهم الأدوار اللي شابه الناس بحبها قوي أنت يا جميلة وجميلة أن أنت بتبقي درسة كل الجوانب من الشخصية فبتقدر يتوصلي للجمهور زي ما أنت قلت أنه بيبقى طيب أو لي يعني أسباب لو هو بيعمل حاجة بفجرة نظر أنه إحنا كمشاهدين ممكن تبقى دي شخصية شريرة لكن هي ليها أسبابها يلي بتتصرف حقيقي يعني غدا أنت نورتينا بنشكرك جدا على وجودك معنا ونتمنى لك التوفيق وإن شاء الله السنة الجاية يعني تعودي معنا وإنتي برضو لسه زي كل سنة غدا يا رب أنا بحب أنا بتفائل وبفرح جدا وإن شاء الله يكون وشان حلو عليك بإذن الله شرفتنا ونورتينا يا غدا غدا طلعت الفنانة الجميلة شكرا لكي شعرتين شكرا لكي شكرا لكي